تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنها طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه إنها ليلة مبيت أمير المؤمنين في فراش رسول الله إنها ليلة الهجرة بداية الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه أرضيته رسول الله يقول لأمير المؤمنين إنها ليلة المبيت في فراش رسول الله أرضيته أن أطلب سيطلبونه لأجل أن يقتلوه أرضيت أن أطلب فلا أوجد أوجد وتوجد أنت وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك قال بلى يا رسول الله فليقتلوني قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاءا ونفسي لنفسك فداءا بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداءا لأخلك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها لحيوانات أنت تمتهنها تمتهنها أنك تستعملها حيوانات تنقل عليها حاجاتك وأغراضك حيوانات تركب عليها أنا مستعد أن أكون فداءا لهذه الحيوانات التي أنت تحتاجها هذا كلام علي هذا هو علي أرضيت رسول الله يقول لأمير المؤمنين أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك قال بلى يا رسول الله فليكن ذلك قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاءا ونفسي لنفسك فداءا بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداءا لأخي لك أو قريبا أو لبعض الحيوانات تمتهنها ما وهل أحب الحياة إلا لخدمتك ماذا يقول إمامنا الصادق عن قائم آل محمد لو أدركته لو أدركته لخدمته أيام حياتي منطق واحد منطق واحد منهج واحد هؤلاء أئمتنا وسادتنا ليس لهم من مثيل في هذا الوجود وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحد هذا منطق علي بين يدي رسول الله وهو هو وهو هو منطق رسول الله مع علي باستخدام ولذا فإن النبي استعجلهم وهذا الاستعجال أدى إلى قتله صلى الله عليه وآله فارتبكوا لقد قتلوا رسول الله لا يدرون ماذا يصنعون كانوا خائفين أن يفتضح الأمر سمموا رسول الله وظهرت علائم تسميمه في تلك الحمى القاتلة النبي بعد أن سمم وسنقرأ الأحاديث بعد أن سمم جمعهم جمع الصحابة في داره وقال لهم أريد أن أكتب كتابا لماذا قال لهم هكذا لماذا لم يوجه الكلام لعلي لماذا لم يقل يا علي جئني بكتاب ودوات لماذا لم يبادر علي إلى جلب الكتاب والدوات لأن القضية كانت مبرمجة لأن النبي كان يريد أن يفضحهم وأن تبقى فضيحتهم مجلجلة إلى هذه اللحظة وهذه فضيحتهم في بخاريهم وفي مسلمهم وفي سائر صحاحهم علي كان موجودا فهل تعتقدون أن علي لا يبادر إلى جلب كتاب ودوات سلمان والمقداد وأبو ذر كانوا موجودين في رواياتنا وأحاديثنا النبي ما طردهم طرد أبا بكر وعمر والذين معهما وبقي سلمان والمقداد وأبو ذر الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس إنها النسخة التي قرأت منها هناك أكثر من نسخة لكتاب سليم بن قيس النسخة التي قرأت منها وتحدثت عن مواصفاتها في وقتها لماذا لم يبادر علي إلى جلب الكتاب والدوات لماذا لم يهيئ رسول الله ذلك قبل أن يأتي الأصحاب النبي فعل ذلك كي يستخرج ما في أجوافهم هذه الحادثة لو لم تكن لضاعة الحقائق لضاعة الحقائق ولصدقنا أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لأجل مصلحة هذه الأمة مثل ما يدعون لكن واقعة رزية الخميس تكشف الحقيقة واضحتان أسئلة لماذا لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يهيئ ذلك قبل أن يأتي الصحابة لماذا لم يفعل هذا في المسجد بحضور كل المسلمين لو كان المسلمون كلهم حاضرين ما استطاع هؤلاء أن ينكروا على رسول الله وما استطاع عمر بن الخطاب أن يقول لرسول الله من أن الرجل ليهجر لكن النبي صلى الله عليه وآله ألحق هذا الجزء من المكيدة النبوية بالجزء الذي تحدثت عنه سورة التحريم فبعد أن أوصل لهم ما أوصل من المعلومات عن طريق حفصة وارتبكوا واستعجلوا في أمرهم وقتلوا رسول الله ولذا بعد أن قتلوا رسول الله وجاءت واقعة رزية الخميس واضطردوا من مجلس رسول الله كانوا ينتظرون خبر موت رسول الله ما إن شاع الخبر بدأوا يقولون وخصوصا عمر من أن رسول الله ما مات ومن أن الذي يقول إن رسول الله مات سأضربه بسيفه وبعضهم قالوا من أنه مات وبعضهم قالوا من أن الله رفعه إلى السماء مثل ما رفع عيسى وقالوا وقالوا أثار هذا الكلام حتى إذا ما ظهر خبر تسميمه يكون جزءا من هذا الكلام برنامج شيطاني مخطط برنامج شيطاني مخطط بطريقة شيطانية إبليس هو الذي يخطط لهم في كتاب سليم بن قيس أمير المؤمنين يخبر سلمان بأن أول شخص بايع أبا بكر حينما كان على المنبر هو إبليس إبليس تجسد في صورة ذلك الرجل الذي جاء وبايع أبا بكر هذه الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس وهي مفصلة والكتاب موجود عندي هنا لا أجد مجالا لقراءة كل شيء إنما أشير إلى بعض المطالب إذا كنتم تحبون الإطلاع عليها فراجعوها في المصادر التي أشير إليها فقتل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القتل كانت ضحية من رسول الله وسارت الزهراء في الاتجاه نفسه فهي روح أبيها محمد صلى الله عليه وآله هي التي فتحت الباب إنها إشارة تشير إلينا من أنها ضحية في طريق الدفاع عن الولاية العلوية وقتلت فاطمة قتلت فاطمة نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في الصفحة السابعة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر من الباب الثامن والمئة حديث طويل بسنده بسند ابن قولويه عن حمادي ابن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلام طويل إنه البرنامج الإلهي الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء لما أسري بالنبي إلى السماء قيل له إلى أن يصل الكلام عن الصديقة الكبرى عن أم الحسن والحسين وأما ابنتك وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويأخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب قتلوها قتلوها تعذيبا قتلوها ضربا قتلوها رفسا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب فقال رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا ربي وسلمت ومنك التوفيق والصبر برنامج مفصل الزهراء هي الأخرى قدمت نفسها ضحية في هذا الطريق وتضرب وهي حامل ضربوها ضربوها وعصرها عمر بين الباب والجدار هناك رسالة مفصلة لا أجد وقتا لقراءة كل شيء رسالة مفصلة مصادرها القديمة في كتب القوم لكنها ليست موجودة في كتبهم في زماننا هذا حذفت رسالة موجودة في كتبنا وجهها عمر بن الخطاب إلى معاوية يتحدث فيها عن عدم إيمانه بالدين وعن قتله لفاطمة رسالة طويلة لقد قرأتها في برامجي السابقة لا أجد مجالا لقراءتها الآن وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب هذا هو الذي جرى على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل هذه الأمة الملعونة من قبل أولئك الصحابة اللعنى نذهب إلى فاصل